هذا البرنامج برعاية زين أهلا ومرحبا بكم معنا في جلسة هذا اليوم والتي نناقش فيها العديد من الأمور أنا رولا تراوني أترافق معكم إلى أبرز العنوان 72 مليار ريال حجم السوق الاستثمارية الرياضية في قطر خلال السنوات السبع القادمة 878 مليار دولار حجم التجارة البينية داخل حدود منظمة التعاون الإسلامي في 2015 إنفاق الفرد على التأمين في السعودية ينمو بنسبة 16% خلال 2015 والتأمين الصحي يستحوذ على 52% من حجم السوق سجل التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي الذي شهد أيضا زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء التفاصيل في التقرير التالي كشفت منظمة التعاون الإسلامي عن ارتفاع حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنهاية العام الماضي بنحو 10% ليصل إلى 878 مليار دولار مقابل نحو 800 وملياري دولار في العام السابق الزيادة في حجم التجارة البينية لدول المنظمة جاءت مدعومة باستمرار تنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري واعتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة التي دفعت النموة في مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء ارتفاع دفع إلى التفاؤل بعقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية خلال المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقام في الرياض في ظل دعوات إلى توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الرفاه الاقتصادي في دول المنظمة بلغ التعاون التجاري بين دول المنظمة المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي واعتمان الصادرات وتأمين الاستثمار وإقرار المعايير والأنظمة الفنية صندوق التنمية الصناعية السعودي كشف بأن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلغة 25% من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5% في 2004 إلى 19.8% في 2015 مقابل 19.3% في 2014 هو هدف تسعد دول الأعضاء لتحقيقه للوصول إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموعة المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداماً لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة قال مدير إدارة إعادة التأمين في الشركة المصرية العربية للتأمين إن تعويضات حادثة الطائرة المصرية تشمل تعويضات تتعلق بجسد الطائرة وتبلغ قرابة 25 مليون دولار فيما يتعلق الآخر بتعويض إهالي الضحايا والذي لن يقل عن 350 ألف دولار للشخص الواحد الحادثة تحديدة أننا لدينا نوعين من التعويضات تعويض الهل أو جسم الطائرة وده أعتقد لهذا النوع من الطائرة هيكون في حدود 25 مليون دولار بالإضافة لتعويض الركاب لسه ما تحددش أو ما يتحددش دلوقتي يتحدد في مرحلة لاحقة بس ما بيقلش عن 250 ألف SDR أو اللي هو SDR دي سلة العملات اللي هي بيقابل حوالي 350 ألف دولار ده المينمم اللي هيستحق كل ركاب الطائرة ارتفع إجمالي إنفاق الفردي على التأمين في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي بنسبة 16% على أساس سنوي وصولا إلى 1149 ريالا وأظهر التقرير الربعي الصادر عن سامة أن التأمين الصحي مثل 52% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في المملكة خلال العام الماضي فيما مثل التأمين العام نسبة 46% وتأمين الحماية والادخار نسبة 2% المتبقية ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي أقصاط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي خلال عام 2015 نحو 36 مليار و200 مليون ريال بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2014 نتحدث عن واقع قطاع التأمين اليوم في السوق السعودي مع ضيفي من الرياض سيد سليمان بن معيوف خبير ومستشار التأمين أهلا ومرحبا بك معنا أتحدث عن الأرقام الحقيقية عندما نقول أنه سجل لدينا التأمين معد نمو بحدو 16% يستحوذ منه الصحي على نسبة الأكبر هل نعني بذلك استخراج وثائق تأمين جديدة أم أن الأقصاب ذاتها ارتفعت؟ في البداية دعيني أوضح نقطة مهمة للأخوة المشاهدين أن معدل أو الرقم المصرح فيه معدل إنفاق الفرد على التأمين 1149 يعني رقم تقديري وليس حقيقي والسبب في ذلك أن للخروج بهذا الرقم نقسم حجم أقصاط التأمين التي هي 36 مليار على عدد السكان وهو في الغالب السكان لم يتم التأمين عليهم المعلومة التي يجب أن نوضحها أن نقول أن معدل تكلفة معدل تكلفة الفرد الصعودي للتأمين وهي إجمال أقصاط التأمين على المستفيدين لا يمكن أن نأخذ إجمالي حجم الأقصاط وقسمتها على عدد السكان هناك عدد من السكان لم يتم التأمين عليهم ولهذا فإن التكلفة غير حقيقية أو الرقم غير حقيقي الدراسة تشمل المستفيدين أو المنتفعين من التأمين أو خدمة التأمين أدخل معك الآن في واقع الأمر يعني يجب إعادة صياغة الإحصاءات وأن تدرك سامة حساسية الموضوع وحساسية الأرقام ودقتها هل يعني ذلك فقط اسمح لي أنه من أن سمحت سامة لشركات التأمين أن ترفع من أقصاطها بحسب النظر الإكتوارية لأن أغلب الشركات حتى الآن تتكلف يعني رغم رفعها للأقصاط ما تزال تحت التكلفة الفنية أنت تعلم جيدا ذلك هل ممكن يكون الرقم قريب نوعا ما إلى نوع من النمو فعلا حققنا النمو أعتقد أنه طبيعي وذلك لزيادة أعداد المستفيدين يعني في 2014 كان أعداد المستفيدين تقريبا 10 مليون في 2015 عدد المستفيدين 11 مليون نمو الأقصاط أعتقد أنه طبيعي إذا أخذنا بالاعتبار أن مجلس الضمان الصحي قام بحزمة من التعديلات وإدخال شريحة جديدة للمستفيدين مثل أفراد العائلة الموظف أصبحوا الآن من ضمن المستفيدين فالزيادة أعتقد أنها طبيعية والتكلفة أرى أنها عادلة في بعض الأحيان نرى أنها أقل من المتوقع ولكنها في المجمل عادلة أنا أنظر إلى الأحصاءات وأستطيع أن أنظر إلى طبيعة الوعي التأميني في المملكة العربية السعودية عندما يأتي الخبر بهذا الشكل ارتفع معدل إنفاق الفرد السعودي وكأنه اختياري له أن يختار استصدار بوليس التأمين وأنت تعلم جيدا أن الموضوع يتلزامي إذا كان منتسب إلى عمل أو شركة أو جهة حكومية بالتالي ستقوم بتغطية التأمينية أنظر إلى الرقم الحقيقي هنا ربما أنت تشاركنا الرأي موضوع المنتج التأمين المتعلق بالإدخار والاستثمار هذا اختياري لأن الشركات عادة لا تؤمن لنا هكذا نوع من وثائق ومعدل ارتفع سين في المئة أعتقد منطق القراءة بكل تأكيد إذا أخذنا كمثال التأمين الصحي نرى أن هناك تشريعات ساعدت على نمو الأقصاد ونمو المستفيدين في الجانب الآخر تأمين الادخار والحماية نعم ليس هناك تشريعات من قبل المشرعين مؤسسة النقضة أو أي جهة حكومية أخرى ساعدت على نمو هذه المنتجات التأمينية نحن نحتاج فعلا إلى تشريعات جديدة تساعد قطاع التأمين في طرح منتجات تتلمس حاجات المجتمع غير التقليدية غير السيارات والصحي نعم 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 وأعتقد أن هناك تحرك الآن من قبل جهات حكومية الدفاع المدني الآن بدأ في وضع الأطر والصيغ التشريعية لطرح منتج جديد المسؤولية المدنية في الأماكن المكتظة جميل ولكن نستثني منها طبعا الحج لأنه كان بأمر ملكي أن لا يتم لزام الحجاج هم ضيف الرحمن بحسب الملك أذهب معك الآن إلى قراءة مجمل الأقصاط عندما نحكم على سوق تأمين في الدول العربية أو العالم ننظر إلى مجمل الأقصاط وهذا حقق نمو بالفعل بقارة بال2014 لكن يجب أن نضع الأمور على حقيقتها هذه الأقصاط نمت عند شركات تحتكر القطاع والتي لها هي حيتان السوق وأنت تشاركني في هذا الرأي يعني مش كل 35 شركة في السوق السعودي يعني بكل تأكيد أنا أعتقد أنه قبل ثلاث سنوات كان عندنا ثلاث مجموعات بالنسبة لشركات التأمين كتصنيف كان فيه شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الآن في الوضع الحالي أتوقع أنه عندنا تصنيفين فقط لغير تقريبا شركات كبيرة وشركات صغيرة بقياسا على حجم أو نسبة أو حصة كل شركة التأمين ثلاث شركات الآن ثلاث شركات كبيرة الآن تسيطر على 82% من حجم أقصات التأمين ومن المفاجئ جدا أنه شركة وحدة بمنتج واحد فقط قادرة الآن على السيطرة على 46% من التأمين الصحي ولكن أنت تشارك نرى إنها نجحت يعني قل لما نجد شركات هي تستأثر بهذا الحصة أنا لا أخل أفكرة لكن نجحت ولدينا مشاكل في قطاع التأمين تتأكل رؤوس الأموال وربما تصلي أكثر من 75% وهناك نظرة لإعادة صياغة عندهم مهلة الآن يجب أن يحددوا مستوياتهم من قبل سامة وإلى أن تقول إليه الأمور يعني هل نحن يجب أن نثق إذا شركة حتى لو أنت تقول أكثر من 40% مستحوذة على حصة السوق مع ذلك خدماتهم جيدة تحقق نمو لا أتوقع لا أتوقع أنه لديهم استراتيجية معينة وأتوقع أنه الخدمات التي يقدمونها بكل تأكيد أنها عالية ومنافسة وإلا ليش يعني استحوذ على 46% من حجم السوق ولكن ندعو الشركات الأخرى إلى التقييد أو أخذ نفس المسار بالبحث عن انجودة الخدمات والمنافسة أيضا والله أنت تعلم جيدا موضوع تكسير الأسعار ربما سيهزم هذه الرؤية أشكرك جزيل أشكر دائما الأستاذ سليمان بن معيوف وأنت خبير ومستشار في قطاع التأمين السعودي مليونين ونصف سعودي يوجهون أنظارهم إلى دبي لماذا ومتى بعد الفاصل قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالف أن الحكومة الجزائرية تعمل على خطة تنويع اقتصادية مدروسة وشاملة خلال السنوات الخمس القادمة وأضاف في لقاء مع سي بي سي عربية أن بلاده تعمل على تطوير قطاعي الخدمات والصناعة لزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي وبالنسبة للجزائر تعرف أنه عندنا اليوم خطة متماسكة أولا للتنويع الاقتصادي لأنه البترول نزل 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 ونحن خلال الخمس سنوات القادمة إن شاء الله لابد أننا ننزل تبعية تبعية الاقتصاد بأكثر من النص ثاني أننا نغير نمط النمو نمط النمو اللي كان فيه مستوى الخدمات ومستوى الصناعة قليل لابد أن يقفز ونغير كذلك نمط تمويل النمو بالمدخرات الداخلية وكذلك ببعض التمويلات الخارجية تعرف أنه الجزائر من بين البلدان العربية الكبيرة والأسيوية اللي عندها مستوى أدنى أدنى من كل البدان في المستوى المديونية فالجزائر إذن هي في مسعى الآن تغييري هيكلي تنويعي للاقتصاد خلال الثلث سنوات والربع سنوات القادمة كما أضاف وزير المالية الجزائرية عبد الرحمن بن خالفة أن الحكومة الجزائرية عملت خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنى التحتية وأشار في لقاء مع سيمبيسيا عربية أن بلاده تعمل على مجموعة من التدابير للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة ومنها ضبط الإنفاق العام والعمل مع المؤسسات المصرفية الدولية على تمويلات مشتركة والله إحنا خضينا ثلث تدابير أولا بالنسبة للأسعار عندما كانت مرتفعة استثمرنا بشكل كبير في الهياكل القائدية في المرافق وفي الأتوليتيز يعني بالكهرباء بالغاز فالآن البلد هي على مستوى عالي من هذه المرافق الأساسية ثم بعد ذلك نتجه اليوم إلى ثلاث أشياء نتحكم كثيرا كثير بمستوى عالي في الإنفاق العموم لأن الإنفاق العمومي لا بد أنه ينزل تدريجيا الإنفاق العمومي لا يمس الاستثمار يمس الإدارة كلفة الإدارة وكلفة الإدارة سواء المحلية أو الوطنية ثاني شيء نجند الموارد الداخلية وأول مرة البلد خارج يعني في قرض سندي وطني يجمع المدخرات زيادة عن المدخرات الوطنية التي تجمع بالماركت الفينانشيو الماركت وثالث شيء كذلك نرجع إلى بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الإسلامي مثل البنك الدولي مثل البنك الإفريقي لنمشي معها في تمويلات مشتركة تفاضلية وليس الاستدانة الكلاسيكية تمويلات مشتركة بيننا وبينها بين شركاء متميزين لأن مستوى النمو عندنا يتطلب مستوى عادي من الموارد فإذن في نفس الوقت نقلل من الإنفاق العمومي ونزيد من التمويلات الادخارية سواء كانت وطنية أو دولية لأن مستوى النمو عندنا لابد أن يصل الآن وفي 4% لابد أن يصل إلى 7% تعتزم دول الخليج زيادة إصداراتها من السندات خلال فترة المقبلة لتغطية عجز ميزانياتها والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 265 مليار دولار هذا العام المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي ما إن بدأت التوقعات بوصول العجز المالي لدى دول الخليج إلى مستويات 265 مليار دولار خلال هذا العام حتى ازدادت التساؤلات حول ما هي الحل الأمثل الذي من شأنه الخروج باقتصادات هذه الدول من هذا التدهر المالي الذي بدأت تعاني منه شيئا فشيئا إصدار السندات هو ما استقرت عليه دول الخليج كحل أمثل لمواجهة العجز التي ظهر في ميزانيتها مستندة بذلك إلى العديد من المزايا التي وفرها لها هذا الحل فأسعار الفائدة المنخفضة التي وفرت أموالا رخيصة لهذه الدول والسعي لخفض وطيرة سحب الودائع الحكومية التي بدأت بالضغط على السيولة المحلية لديها وانتهاءا بالتقليل من استهلاك الاحتياطيات المالية التي تمتلكها كلها عوامل لعبت دولا رئيسا في هذا التوجه لدى دول الخليج توجه تجلى بإطلاق العديد من الإصدارات بدءا من الكويت التي وصلت قيمة إصداراتها من السندات إلى ملياري دولار منذ بداية هذا العام إلى أبوظبي التي نجحت في إصدار سندات بقيمة خمسة مليارات دولار ولم تكن البحرين بعيدة عن ذلك إذ نجحت في إكمال الإصدار الحادي عشر من سندات التنمية الحكومية والذي انتهت قيمته عند خمسمائة وثلاثين مليون دولار في الوقت التي تعتزم فيه السعودية إطلاق إصدارات جديدة من السندات بفائدة ثابتة لأجل خمس وسبع وعشر سنوات هذا الأسبوع من المؤكد أن السياسة المالية للدول لا تقتصر على إصدار السندات فحسب وهو ما يدو أن دول الخليج قد أدركته بدورها إذ تواكبت عمليات إصدار السندات مع العديد من الخطوات المتزامنة كتخفيض الإنفاق الحكومي والعمل على التقليل من المشاريع التنموية والتركيز بشكل أكبر على المشاريع الاستثمارية خطوات هدفت دول الخليج من خلالها إلى المحافظة على زخم النمو الاقتصادي في هذه الظروف فهل ستنجح دول الخليج في القيام بهذه المهمة؟ ذكر صندوق النقد الدولي بأن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالقوة والوضع الجيد الذي يتيح له تجاوز أي تباطئ في وطيرة النمو وذلك في ظل مواصلة مؤسسة النقد العربي السعودي بتقوية قواعدها التنظيمية ورقابية وأشار الصندوق إلى أن نظام سعر صرف الريال المربوط بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي توقع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن يصل عدد السياح السعوديين في دبي إلى مليونين ونصف مليون سائح بحلول عام 2020 وذلك بزيادة تصل نسبتها إلى 100% عن العام الماضي مضيفا أن دبي استقبلت أربعة ملايين ومائة ألف سائح خلال الربع الأول من عام 2016 بزيادة نسبتها 5.1% على أساس سنوي في حين نمت السياحة من الخليج والهند نموا فاق العشرة بالمئة وأوضح عصام كاظم أن نسبة السياحة الخليجية في دبي وصلت إلى 25% من إجمالي السياح خلال الربع الأول من عام 2016 كما ارتفع عدد السياح القادمين من السعودية 14% خلال الفترة ذاتها اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى فرص الاستثمار الرياضي الذي عرض نحو 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية بنحو 72 مليار ريال بهدف الانتقال من تنظيم الفعاليات إلى صناعة الرياضة بهدف التحول من تنظيم الفعاليات الرياضية إلى صناعة الرياضة 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية بنحو 72 مليار ريال تطرح بمنتدى فرص الاستثمار الرياضية تزامنا مع استعدادات قطر لاستضافة فعاليات رياضية عالمية كبطولة العالم للجنباز وألعاب القوى وبطولة العالم لكرة القدم عام 2022 بالإضافة إلى أكثر من 30 بطولة محلية وإقليمية تستغفها سنويا حجم الفرص الموجودة في السنوات السبعة القادمة إلى ما يقارب 72 مليار ريال طبعا إذا شلنا من 72 مليار المنشآت الكبيرة أو الملاعب الكبيرة يبقى عندنا تقريبا 47 مليار ريال للسنوات السبعة القادمة في قطاعات كثيرة ومنها خدمية من التسويق وإدارة الأحداث الرياضية وغيرها من القطاعات التي أعلننا عنها وتشمل الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص بأكثر من 30 مليار ريال قطرية وقطاعات التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والتجهيزات الصحية وعشب الملاعب وخدماته ومقاعد الجلوس وأعمال الإضاءة والتكييف والتدفئة بـ 15 مليار ريال إضافة لقطاع التطوير الرياضي بـ 3 مليار ريال مع تزايد حجم الاستثمارات وتنويعها يقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ولتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة وهي فرص لا تقتصر فقط على عقود الإنشاء عقود إنشاء الاستادات أو المرافق الرياضية بل تمتد لتشمل قطاعات الضيافة والخدمات وإدارة المرافق وغيرها من النشاطات الاقتصادية المصاحبة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وبعد طي ملف مزاعم الفساد التي أثارتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية وتأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقامة مونديال الكرة شتاء عام 2022 بقطار انطلقت الأعمال الفعلية لمختلف المشاريع بدءا من ملاعب الكرة فكان استاد الخور أول ملعب تنطلق الأعمال به ومن ثم استاد خليفة دولي وملعب مؤسسة قطار وفق أحدث المعايير الإنشائية والبيئية مثلما تعهدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في ملفها قال وزير البترول المصري طارق الملة إن بلاده تنفذ حاليا 12 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي باستثمارات تبلغ نحو 33 مليار دولار تستهدف من خلالها زيادة إنتاج الغاز إلى ما بين خمسة مليارات وخمسمائة مليون وستة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2019 قال مسؤول في تركومانستان إن بلاده تجري محادثات مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والحكومة اليابانية لتنويل مشروع مد خط أنابي بغازي الأفغانستان وباكستان والهند ومن المفترض أن ينقل الخط 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويهدف المشروع إلى تقليص اعتماد البلاد على روسيا والصين وتمتلك تركومانستان رابعة أكبر احتياطية غاز في العالم وشرعت في بناء الجزء الواقعي في أراضيها من خط الغاز خلال ديسمبر الماضي بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا من جلسة الأعمال لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر